دعم جهود دول العالم في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة تلك مساعي هذا المؤتمر العالمي الذي شاركت فيه بكلمة عبر الفيديو صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسنة رئيسة مؤسسة محمدين الصادس لحماية البيع الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه إنها أولوية ملحة وأمر مستعجل هكذا وصفت سموها التربية على التنمية المستدامة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسنة أكدت أن أزمة كوفيد-19 أبانت على الحاجة العاجلة إلى تنمية مستدامة شاملة وعادلة تجعل من حماية الكوكب أولوية أساسية وهي المهمة التي انخرطت في تحقيقها منذ أزيد من عقدين مؤسسة محمدين الصادس لحماية البيئة حماية البيئة والحفاظ على كوكبنا بيتنا جميعا تشكل إحدى اللبنات الأساسية لهذه المقاربة إنها بالضبط المهمة النبيلة والشيقة التي تعكف على تحقيقها بعزيمة راسخة مؤسسة محمدين السادس لحماية البيئة التي أخضى بشرف رئاستها حيث تبذل الجهود منذ أزيد من عقدين من أجل تطوير برامج مختلفة من شأنها تقليص أو القضاء على التأثير السلبي للإنسان على الطبيعة هذا وذكرت صاحبة السمو الملكي الأمير للا حسنى بالاهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للإشكالات البيئية وحرص جلالته على جعل المدرسة في صلب الرهانات الإنمائية خاصة الرهانة البيئية أخي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يولي أهمية كبيرة لهذه الإشكالية منذ سنوات شبابه يحث دائما على تطوير مقاربات طموحة ومتجذرة في الحاضر ومتطلع بحزم نحو المستقبل في هذا الإطار خارس صاحب الجلالة على تذكيرنا بأن المدرسة في صلب هذه الرهانات الإنمائية وخاصة الرهان البيئي في نفس السياق استحضرت سموها جهود مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة لتوعية الشباب بالإشكالات البيئية هذا وعبرت سموها عن الفخر بالشاركة بين المؤسسة ومنظمة اليونيسكو إننا فخورون لكوننا شركاء منظمة اليونيسكو حيث نتعاون معها منذ سنة عشرين وألفين من أجل دمج التربية البيئية في المقاررات المدرسية بالنسبة لجميع المستويات وحتى البكالوريا ويعد المغرب في هذا الصدد واحدا من البلدان الثلاثة عبر العالم التي أطلقت تجارب نموذجية في إطار برنامج جلوبل سكولز التابع لمنظمة اليونيسكو في رسالة الفيديو دعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسنة إلى إدماج التربية على التنمية المستدامة في المقاررات الدراسية محتبرة ذلك أولوية قصوى دعونا نسرع إلى تنفيذ هذا الإجراء الحاسم ولنلتزم بشكل راسخ خلال هذه العشرية بجعل التربية على التنمية المستدامة أولوية قصوى إنه أمر مستعجل وحيوي المؤتمر العالمي حول التعليم من أجل التنمية المستدامة يرم ترحى استراتيجيات لإدماج التربية على التنمية المستدامة في جميع مستويات التعليم والتكوين تماشياً مع إطار عمل جديد هذا المحفل الدولي يمتد على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 81 وزيراً للتعليم وحوالي 2500 مشارك من بينهم فعالين في مجال التربية ليفتح النقاش حول إجراءات الدول لدعم إصلاح المناهج الدراسية حتى يكتسب الجميع معارفة قادرة على حماية مستقبل كوكب الأرض